موسيقى أهلا بكم إلى مسائية الميادين وفي ملفيها لهذه الليلة موسيقى أمة باكو الروسية الإيرانية الأذرية ترسي توافقا على التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب فهل تؤسس لمحور جديد يتجاوز التباينات السياسية؟ موسيقى معركة حلب إلى احتمالات مفتوحة الجيش السوري وصلوا القصف الجوية والمدفعية لمواقع المسلحين في منطقة الكليات العسكرية موسيقى أكثر من 360 ألف مقاتل أجنبي دخلوا إلى سوريا منذ بدء الأزمة وتمويلهم بلغ 45 مليار دولار موسيقى مساء الخير على وقع صراع المعادلات الميدانية في حلب وقبل ساعات من قمة بوتن أردغان في سان بطروسبورغ انعقدت القمة الثلاثية الروسية الإيرانية الأذرية في باكو بأبعاد إقليمية ودولية اقتصادية وسياسية وامنية لم تخل النتائج من الدعوات إلى محور تعاون في مكافحة الإرهاب وقد يتوسع باتجاه تركيا بعد تتويج المصالحات بين الرئيسين الروسي والتركي في لقاء مرتقب يتوقع أن يناقش مصير الميدان السوري الهم القوقازي أيضا حضر في القمة ولسيما لجهة التوتر الأرميني الأذري المزمن وأيضا لجهة كيفية الاتفاق على صيغة قانونية لشواطئ بحر قزوين وللتفاهم على صيغة مواصلات بينية ولتصدير الغاز إلى الغرب الأوروبي قواسم مشتركة كثيرة بين الدول الثلاث فهل تؤسس لمحور تعاون ومصالح بالتوازي مع إدارة الخلافات ومن قمة باكو إلى قمة الميدان السوري في حلب حيث الترقب لما ستقول إليه أمور المعركة من خطوط تماس سياسية وعسكرية في الساعات أو الأيام المقبلة هذا ما سنتابعه في المسائية لهذه الليلة ولكن قبل كل ذلك نتوقف مع موجز لأهم الأخبار أهلا بكم أفاد مراسل الميادين في اليمن بمقتل وجرح العشرات من عناصر قوات هادي خلال سيطرة الجيش واللجان على عدد من التلال الاستراتيجية في منطقتين هيلان والربيعة بمديرية صرواح غربي مأرب شمال شرق البلاد إلى ذلك استشهد وجرح أكثر من ثلاثين مدنيا بينهم أطفال في غارة لتحالف السعود استهدفت سوقا شعبية في قرية مديد مركز مديرية نهم في محافظة صنع انتلقت المرحلة الثانية من عملية تحرير جزيرة الخالدية شرقية الرمادي في الأنبار لتباشر قوات الحجد الشعبي والقوات الأمنية بعملية تحرير البكنعان حيث قتل نحو عشرين عنصرا من داعش وفق أعلام الحجد الشعبي وإلى جنوب الموصل حيث أحبطت القوات العراقية هجوما لما سماه تنظيم داعش الغزوة الكبرى ووفقا لقائد عمليات نينوى فأن الهجوم وقع من ثمانية محاور وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أعلن أن استعادة الموصل من داعش باتت قريبة جدا لافتا إلى وجود تعاون كبير بين قوات البشمرقة وقيادة عمليات تحرير نينوى وخلال زيارته منطقة مخمور جنوب نينوى أكد العبيدي أن معركة جزيرة الخالدية ستحسم اليوم ليشير إلى أن قضية الاستجواب في البرلمان والأزمة السياسية لا تأثير لهما في الواقع العسكري أعلن ناطق رسمي باسم غرفة العمليات الخاصة في الجيش الليبي محمد الغصري عن انطلاق معركة تحرير باقي حياء سرط الخاضعة لسيطرة عناصر تنظيم داعش وأكد الغصري أن الغارات الأمريكية على داعش في سرط أسهمت في تقدم القوات الحكومية ارتفع إلى 93 عدد قتل التفجير الانتحاري الذي استهدف مستشفى في مدينة كويتا الباكستانية عند الحدود مع أفغانستان ووفق شهود عيان فأن التفجير استهدف تجمعا لمحامين يرافقون جثمان الرئيس نقابة المحامين الذي اغتيل بالرصاص في كويتا في وقت سابق هذا وقد أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقفة احتجاج أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام بلا الكايد الجبهة طالبت بالتدخل الدولي للإفراج عن الأسير كايد وحذرت من الاحتلال من إصابة كايد أو الأمين العام للجبهة أحمد سعدات بأي مكروه نتيجة إضرابهما عن الطعام ختام الموجز عودة لمتابعة المسائية مع زميلة وفاء العام إليك وفع شكرا لك علاء إذن عقدت في باكو عاصمة أذربيجان قمة ثلاثية بين رئيس روسي فاديمير بوتين ونظيريه الإيراني حسن روحاني والآذري الهام عليف القمة التي تسبق لقاء ثناثيا أو ثنائيا بين بوتين ورئيس تركي رجب طيب أردوغان شهدت توقيع أعلان باكو حول تكثيف التعاون الإقليمي في مجالات عدة أهمها محاربة الإرهاب والتعاون الاقتصادي واللوجستي بين الدول الثلاث هو اللقاء الأول من نوعه على مستوى رؤساء روسيا وإيران وأذربيجان في باكو عاصمة أذربيجان حتى الرئيس الروسي فاديمير بوتين لعقد قمة ثلاثية مع نظريه الإيراني حسن روحاني والأذري إلهام عليف للقمة بعض اقتصادي عبر عنه الرئيس بوتين بقوله إن التعاون بين الدول الثلاث سيسمح بتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في منطقة قزوين لكن البعد الأهم في هذا الاجتماع هو بحثه الوضع في الشرق الأوسط وأفغانستان الذين تحولا بحسب الرئيس الروسي إلى بؤرتين لعدم الاستقرار وإلى مصدر للإرهاب الدولي والجريمة العابرة للقارات الوضع في سوريا حضر كذلك في صلب اهتمام القمة التي تأتي عشية لقاء مرتقب بين بوتين والرئيس التركي رجب الطيب أردوغان لقاءات ثنائية سبقت القمة الثلاثية بين بوتين وعلياف تأكيد لبذل موسكو جهودها من أجل مساعدة أرمينيا وأذربيجان في التوصل إلى حل وسط بشأن قضية منطقة قرباخ وبين الرئيسين روحاني وبوتين إشادة روسية بتحقيق تقدم في جميع مجالات العلاقات الروسية الإيرانية ختام القمة شهد توقيع أعلان باكو حول تكثيف التعاون الإقليمي في مجلات عدة أهمها محاربة الإرهاب والتعاون الاقتصادي واللوجستي بين الدول الثلاث صيغة اعتبرها الرئيس علياذ محورا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين فيما دع الرئيس روحاني إلى تشكيل لجنة حكومية ثلاثية لتعمق التعاون بين أذربيجان وإيران وروسيا مقترحا عقد القمة الثلاثية المقبلة في إيران لمناقشة هذا الملف معنا من موسكو مديرة مركز أسيا والشرق الأوسط للدراسات إلينا سوبونينا أهلا بك أستاذ إلينا وأيضا معنا من طهران أستاذ أنيس النقاش وهو منسق شبكة أمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية ربما ينضم إلينا بعد قليل ولكن السؤال سيدة سوبونينا من ناحية الشكل ما أهمية هذه القمة التي تنعقد لأول مرة من هذه الدول الثلاث وهي جاءت إثرى اقتراح من الرئيس الأذاري في مكالمة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين من بادر بهذه القمة هو السؤال مفتوح لحتى الآن أعتقد أنه كمان روسيا كانت لديها أفكار من هذا النوع ومن الملحوظ بأنه روسيا الآن تركز ليس فقط على التعاون دول الثلاث ولكن روسيا تنظر لهذه القمة من منظور التعاون الأقليمي الشامل لأنه بعد القمة مباشرة يأتي إلى روسيا الرئيس التركي سيد أردوغان وأيضا بعده مباشرة يأتي إلى سانك بيتربورغ أيضا الرئيس الأرمني سيد سرج سرخسيان وأنا متأكدة أنه نتائج القمة الثلاثية هذه ستناقش من خلال اللقاءات السنائية أيضا ما بين بوتين من طرف وأردوغان من طرف آخر وأيضا سرخسيان رئيس أرمينيا من طرف هذا يعني بأنه روسيا تريد تحسين العلاقات ما بين كل هذه الدول وهذا اعتمادا على العلاقات الاقتصادية على المشاريع السنائية والاقليمية أيضا بما يخص النقل والغاز والنفط أيضا بحر القزيون وأيضا حل النزاعات الاقليمية مثل نغورني كراباخ وأيضا روسيا تركز من خلال هذه اللقاءات على مواضيع ملحة مثل مكافة الارهاب والوضع في سوريا طيب سيدة سوبنينة لافت يعني وجود أذربيجان في هذه القمة يعني ما أهمية وجود أذربيجان هذا أولا الأمر الآخر هل هذا يعني ربما سحب أذربيجان نحو المحور الذي يرفض أحادية القطب بقيادة روسية روسيا منذ الأول قالت أن سياسة أحادية القطب هي سياسة فاشلة أذربيجان هي دولة مستضيفة لهذه القمة ولكنها في سنوات الأخيرة كانت أكثر في مدار أمريكا مما هو في حضانة روسيا حتى العلاقات ما بين أذربيجان وإيران رغم أنها كانت موجودة في المجال الاقتصادي ولكن سياسيا حتى كانت أسوأ من العلاقات الجيدة ما بين إيران وأرمينيا على سبيل المثال الآن روسيا تحاول أن تقرب مواقف الدول لكي ترجع أيضا أذربيجان إلى التعاون الإقليمي اعتمادا على أسس متساوية وليس اعتمادا على الرهانة على الحليف الأمريكي الوحيد وأعتقد أن روسيا ممكن أن تنجح في هذا الشيء خاصة أن الأوضاع في العلاقات مع أمريكا الآن لدى الكثيرين ليست على ما يرام في عهد باراك أوباما وأزربيجان يمكن فهمت أخيرا بأن عليها أن تفكر بتحالفات إقليمية مع إيران مع روسيا وحتى بتحدئة الأمور مع أرمينيا لكي تنجح اقتصاديا أيضا في نهاية المطاف ما تقولينه مهم جدا خصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الرئيس الروسي يقول أن للدول الثلاث إيران وروسيا وأذربيجان طاقات للسير في مشاريع جديدة في بحر قزوين إذا ما أردنا أن نتوقف عند هذه النقطة نبدأ بالاقتصاد كيف سيصرف ذلك ويترجم ذلك في السياسة قمت الدول القزوين المتخصصة لحل بعض المشاكل بينها هي تأجلت وتأجلت حتى أكثر من سنة الخلافات لحتى الآن موجودة ولابد من أن تطرق الرؤساء الثلاث إلى هذا الموضوع ولكن أنا لا أعتقد أنه كان في تقدم ملحوث في هذا الشأن لأن الخلافات هي فنية وهي بحاجة لتقريب وجهة النظر اعتمادا على عمل المتخصصين لحتى الآن هذه الخطط غير ناضجة ومن الصعب حل المشكلة في إطار القمة الثلاثية لأن هذا الموضوع يخص دول أخرى مثل كازاخستان وتركميستان من هذه النحية أكيد أنه تمت مناقشة الموضوع ولكن بدون نتائج مهمة قيمعي سيدة سوبينينة اسمحي لنا أن نرحب بالأستاذ أنيس النقاش معنا عبر الهاتف وهو منسق شبكة أمن للبحوث والدراسات أهلا بك أستاذ أنيس كنا نتحدث في بداية الملاف عن أهمية هذه القمة وموقع أذربيجان تحديدا من هذه القمة من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون دعني أسمع منك وجهة نظر فيما يتعلق بأهمية هذه القمة من ناحية الشكل على اعتبار بأنها لأول مرة تعقد بين روسيا وإيران وأذربيجان هذا أولا الأمر الآخر من ناحية المضمون على اعتبار بأن المنطقة تمر بأزمات على رأس هذه الأزمات نتحدث عن الأزمة السورية وأيضا الإرهاب وتفشي الإرهاب سوى في المنطقة أو حتى في العالم لا يمكن فهم الأهمية الشكل إلا بالعودة قليلا إلى وراء بالتاريخ عندما زار الرئيس كلينتون ثلاث مرات هذه المنطقة كان يتحرك من معادلة أن روسيا ضعيفة جدا أيام الرئيس يلسن وأن إيران يجب إضعافها ومحاصرتها وضعت خطة البيانات المتحدة يومها كان عماده الاتماد على أزربيجان كنقطة محورية لعدم إعادة تشبيك المنطقة لا مع بواقل اتحاد السوفيتي السابق ولا السماح للتعاون الإقليمي مع إيران في المنطقة بمعنى عدم تصدير النفط عن طريق إيران عدم التعاون في سكك الحديد والنقل وإلى آخرين ودفعت هذه الاستراتيجية الأمريكية حولت أزربيجان إلى نقطة تأزيم للأمن في المنطقة وعرقلت التعاون الاقتصادي ولأعطي مثال واحد الطائرة الأمريكية التي أسكتت في إيران للتجسس كان منطلقها من الأراضي الأزرية وقد كان هناك مصارحة قوية بين إيران وأزربيجان على أن هذه البلد الجار لا يجب أن تكون قاعدة ارتكاز لا للتجسس ولا للتآمر على الأمن الإيراني هذه الخلفية التاريخية اليوم عندنا أنظر إليها نجد أن المعادلة استراتيجية الدولية الإقليمية قد تغيرت استطاعت روسيا وإيران أن تستزب أزربيجان إلى نقطة لا أقول محور ولكن نقطة تعاون كبرى جدا سيكون من خلالها فتح طرق المواصلات سكك الحديد تبادل القدرة الكهربائية تصدير النفط بشكل كبير والبحث في حل المسائل الأمنية الإقليمية مثل ناجوني كارباخ وعدم السماح للمجموعات الإرهابية تحت أي عنوان أن تتحرك في هذه المنطقة وسيكون لهم وجهة نظر قوية في حل مسألة أفغانستان حتما هذه المقارنة في الشكل تقول أن المنطقة قد انتقلت من موازين ثقل معينة سابقة إلى ميزان استراتيجي جديد يجعل أزربيجان تشعر على أن مصلحتها في التعاون مع إيران وروسيا الإشارة التي أشارت إليها في المضمون أيضا سيدة سبولينا على أن هذا لو كان حصل تحولات تركية قبل شهرين أنا كنت متأكد على أن هذه القمة كانت ستكون رباعية وليس السلسية ولكن لا بأس اليوم على أنها حصلت غدا ستكون هناك استكمال في المباحثات السنائية التركية الروسية لوضع مشاريع أنا أعطيها نفس العنوان التي كنت أتحدث عنه منذ سنوات تشبيك المنطقة في المصالح من أجل ضبط الأمن الاجتماعي سيدة نسمح لي فقط لا أريد أن أقفز على هذه النقطة سنأتي لها بكل تأكيد يعني ما حصل في قمة باكو كيف سينعكس على قمة سان بوترسبرغ ولكن ماذا يمكن أن تثمر قمة باكو وهل تدق من العاصمة الأذرية ساعة سد الثغرات في طوق حلب غراسيا بيطار قد تكون في الشكل قمة ثلاثية لكنها في المضمون أكثر من ذلك بكثير فالملفات المطروحة على طاولة باكو بين بوتين وروحاني وعلياف متشعبة حد الاشتباك لنبدأ من المحيط الجغرافي فإلى العاصمة الأذرية تتوجه إيران وروسيا بانسجام تام يتحدث عنه المشهد السوري على وجه الخصوص تبحث الدولتان الحليفتان عن تعزيز لهذا الانسجام ولسيما أن تقدما يسجل في العلاقات الروسية الإيرانية في جميع المجالات على ما يؤكد بوتين الرئيس الروسي يتحدث أيضا عن قدرة الطاقات الثلاث على السير بمشاريع جديدة في بحر قزوين الغنية سواحله بالنفط والغاز وقد يكون هنا بيت القصيد المرتبط بأذربيجان تحديدا الصراع الدموي طويت صفحته على مضض بين أرمينيا وأذربيجان موسكو التي تربطها علاقات جيدة مع أرمينيا تسعى إلى التوصل إلى حل يرضي الطرفين في قرباخ البؤرة الساخنة في قلب الققاز وإيران لطالما أعلنت عن استعدادها للتوسط من أجل السلام بين أذربيجان وأرمينيا من المفيد بالنسبة إلى حليفين كروسيا وإيران حل النزاعات العالقة في المنطقة لإزالة أي عوائق أمام تطوير التعاون الإقليمي ولتوسيع دائرة الدول الرافضة لسياسة الأحادية تعاون ربما يبدأ بالاقتصاد ولكن لابد أن يصرف بعدها في السياسة وقد يكون العكس صحيحا أيضا في الاقتصاد يصف روحاني مشروع شمال جنوب بالنعمة العظيمة للبلاد وفي السياسة يشدد على العلاقة الاستراتيجية والشراكة الطيبة بين طهران وموسكو والتي تبدت في القضايا الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة ومن باكو أيضا يفتح منفذ على بيترسبورغ فتركيا حليفة وثيقة لأذربيجان الحليفة الوثيقة بدورها لإسرائيل قبل اختفائه عن المشهد السياسي قال داود أوغلو مرة أن تركيا ستبقى إلى جانب أذربيجان حتى يوم القيامة غادر أوغلو وتركيا اليوم غير تركيا ما قبل الإنقلاب الفاشل فهل دقت ساعة سد الثغرات كتلك التي ظهرت في طوق حلب؟ وهل هي الحسابات المتقاطعة التي تدفع دولا بالأمس كانت متخاصمة نحو الخندق الواحد بغية تدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة على ما يقول روحاني؟ أعود لك سيدة سبنينة هذا اللقاء الثلاثي هل يؤسس لمحور تعاون ومصالح وإدارة الخلافات البينية على المستوى الاقتصادي وربما أيضا على المستوى السياسي؟ هل يمكن أن يكون له نعكاس على مستوى ملفات المنطقة العربية؟ على اعتبار بأن أذربيجان حليفة لتركيا وأيضا هي حليفة في نفس الوقت لإسرائيل أعجبتني العبارة التفضل بها ضيفكم الكريم أن الهدف الرئيسي لهذه القمة السلاثية هو تشبيك المنطقة بالمسالح لضبط الاستقرار في المستقبل هذا ما تريده إيران وروسيا والآن أذربيجان أيضا وافقت على هذه الفكرة أرمينيا ممكن أن تستجيب أيضا لنرى غدا كيف سيكون رد الفعل التركي وكثير من مبادرات من هذا النوع على فكرة أتت من قبل إيران لأن إيران في الوقت الأخير بدأت أن تنظر للشرق والآسيا وأيضا لدول الاتحاد السوفيتي السابقة وليس فقط في المجال السياسي وأيضا في مجال بناء خطط النقل والسكك الحديد وتوسيع موانئ فروسيا مستعدة أن تدعم هذه الأفكار نحن طرحنا فكرة الهيمن الأمريكية على العالم ومحاولة سيطرتها أيضا على دول الاتحاد السوفيتي السابقة ولكن المشكلة ليس فقط في نفوذ أمريكا أيضا هناك صين ومشروعها الضخم الخط الحريري فالآن روسيا تحاول صعب نقول أن روسيا تحاول أن تنافس الصين ولكن روسيا أيضا تقترح مشاريعها متوازيا مع بعض المشاريع الصينية هذا التطور الاقتصادي أنا أعتقد ممكن أن يضمن في المستقبل عودة الاستقرار إلى كثير من المناطق مثلا النزاعة ما بين أزربجان وأرمينيا ونزاعة طويل المدى حول منطقة نغرني كرباخ هناك اتفاقية مدريد هناك وساطة أمريكية وفرنسية وروسية ولكنها لحتى الآن لم تنجح لأنه لا توجد علاكات اقتصادية كافية لهذا الشيء الآن نحن بدأنا نفكر بهذا الشيء إذن الاقتصاد قد يطوع سياسة سيدة سبنينا أستاذ أنيس قمة باكو ربما تفتح مسار للحديث عن ما ستخرج به قمة سان بيترسبرغ بين تركيا وروسيا إلى أي مدى ستكون لمخرجات وإعلان باكو انعكاس وتأثير على نتائج القمة الروسية التركية غدا يعني هذه النتائج الإيجابية لهذه القمة ستكون نموذج جبنة عليه في الحديث مع تركيا أولا لأن تركيا لا بأس من حديث عن مسألة الأمن أيضا يجب أن أذكر المشاهد أن كل حرب الشيشان التي دعمتها تركيا كانت لمنع مرور خطوط أنابيب النفط الآزرية عن طريق الخطوط الأنابيب القديمة للإتعادة السوفيتي والإتفادة منها للتصدير لأوروبا وبالتالي هذه اللعبة الجيوستراتيجية الأمنية أصبح ممنوعة على تركيا اليوم ممارستها أزربيجان فهمت على أن نصحتها الأمنية هي أن تكون في التعاون مع روسيا وإيران وبالتالي نحن أمام تحول كبير أعطيه العنوان التالي الذي دائما الرئيس بوتين يتحدث عنه ممنوع استفادة من الإرهاب لتحقيق أهداف جيوستراتيجية والطريق الآخر هو التعاون الاقتصادي لتحقيق مصلحة الجميع وأمن الجميع وبالتالي فشلت تركيا منذ حرب الشيشان إلى اليوم بالوصول إلى أهدافها وكما فشلت اليوم في سوريا وكما أن الفشل في العراق للولايات المتحدة ولدول الخليجية في زعزعة الأمن المطروح اليوم البديل هو نموذج ما نشاهده التشبيك عوض الاشتباك الذي كنا نتحدث عنه منذ أكثر من 6-7 سنوات وبالتالي لدينا نموذج واقعي لكافية تحول المواقف السياسية نتيجة تحول موازين القوى الأمنية والعسكرية واتضاح المصالح الحقيقية لشعوب المنطقة شعوب المنطقة كل مصلحتها هي في التشبيك الاقتصادي والتعاون الأمني من أجل مصلحة الجميع وعكس ذلك هو اشتباك مفتوح بين كل القوى وشاهدنا أن الأمن التركي يهدد الأمن الآزري يهدد وبالطبع أيضا إيران لا تريد أن يهدد أمنها ولا روسيا تريد أن يهدد أمنها وعلينا جميعا أن نتج بهذا الاتجاه نموذج اليوم جدا مهم أنا أعرف أن هناك تفاصيل جدا ليس الوقت متاح للحديث عنها ولكن سيكون هناك سكك حديد وتبادل للقدرات الكهربائية وعمليات تصدير النفط والغاز والتفاهمات الأمنية إلى جانبها وهذا سيكون لمنصحة الجميع من حيث الاستثمار والتنمية الاقتصادية لا شك في ذلك هذا ما سنستعرضه أستاذ نيس ربما سلسلة العلاقات الاقتصادية التي قد تبنى ويبدو بأن هناك نقطة مشتركة تتفقان عليها أنت وسيدة سبنينة بأن الجانب الاقتصادي العبدور في تطويع السياسة سلسلة تفاهمات في قمة باكو تمهد لعلاقات اقتصادية أنشطة وأوسع ولتطوير التعاون في مجال الأعمال وثقافة والسياحة كما تعطي دفع قوية لإنجاز ممر شمال وجنوب لربط وسط آسيا بغرب أوروبا عبر أراضي إيران وروسيا مرورا بأذربيجان حسن يوسف ممر شمال جنوب يدخل من عطف محورا في مساره قمة باكو تعطي المشروع الإيراني روسي الطموح دفعة جديدة إلى الأمام الاجتماع الذي ضم رؤساء إيران وروسيا وأذربيجان تناول الوضع السياسي في الدول المحيطة ووحد الرؤية للعمل الاقتصادي المشترك قبل الاجتماع الثلاثي كان لقاء جمع الوفد الإيراني بمضيفه نتج عنه تفاهمات واتفاقات عديدة وقعها الطرفان بحضور علياذ وروحاني ركزت بمعظمها على ممر الشمال الجنوب للنقل هذا الممر الذي يبلغ طوله سبعة ألاف ومئتي كيلومتر ويضم خطوطاً للسكك الحديدية من آذربيجان وإيران وروسيا يهدف إلى تسهيل سياب البضائع بين آسيا الوسطى والهند وإيران ودول الخليج مروراً بأراضي آذربيجان وروسيا وصولاً إلى دول أوروبا الشمالية والغربية بطاقة خمسة ملايين طن سنوياً في مرحلته الأولى ترتفع إلى عشرة ملايين في مرحلة لاحقة المشروع يتضمن أيضاً ربطاً كهربائياً مهدت له الدول الثلاث ودول أخرى كأرمينيا وجورجيا بتوحيد مقييس نقل الطاقة في فترات الذروة الرئيس الإيراني حسن روحاني يرى في مباحثات باكو الثلاثية مقدمة لتوسيع التعاون مع الدول المجاورة وتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة القوقاز هذه الرؤية أوضح جزءاً من ملامحها نائب وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور بالقول إن طهران مهتمة بالتعاون في صيغة إيران روسيا تركيا تقارب باكو الثلاثي إذن يمهد لانضمام طرف رابع فالمشهد يكتمل بحضور تركيا التي ينتظر أن يجتمع رئيسها بنظيره الروسي مساء الثلاثاء في سان بيترسبرغ ليبحث ملفات سياسية واقتصادية قد يكون أبرزها تفعيل تفاهمات تصل دول شرق تركيا بدول غربها ولعل أهمها خط أنبيب تركيش ستريم لنقل الغاز الروسي إلى أعماق أوروبا سيدة سوبينينا بحسب إعلان باكو فإن موضوع مكافحة الإرهاب هو على رأس الأولويات عندما نتحدث عن الإرهاب في المنطقة نحن بطبيعة الحال نتحدث عن الأزمة السورية بشكل من الأشكال وربما هي نوقشت بشكل كبير هل اتفاق الدول الثلاثة على مسألة التنسيق ومكافحات الإرهاب هي رسالة لتركيا تسبق القمة الروسية التركية غدا بلا شك هذا التحليل يأتي في وقته لأن مكافحة الإرهاب هذا هو أساس التعاون الآن لدول كثيرة حتى ما بين روسيا وأمريكا ممكن أن يكون تعاون محدود في هذا المجال فهي رسالة من دول الثلاثة لأردغان وهو آتي غدا لسانك بيتربورغ أنه ممكن أن ينضم لهذا التحالف الإقليمي يعتمد على مكافحة الإرهاب ولكن من نتائج هذه القمة الملموسة ستكون نتائج اقتصادية مثل مثلا مشروع سيقة الحديد وهو تقريبا محسوم مشروع النقل ما بين جنوب والشمال أيضا التقارب ما بين دول الثلاثة لا يعني بأن التنافس يتلاشى من خلال أيام قريبة سيدة سبينينا هل تنتظر روسيا تعديل في الموقف التركي على اعتبار بأن هناك محاولة لتصحيح مسار العلاقة ويتزامن ذلك مع توتر في العلاقة بين الدول الغربية وروسيا روسيا كانت تنتظر من تركيا أن تعدل موقفها تجاه سوريا وكانت حتى المحات من قبل أنقرة أن هذا الشيء ممكن ولكن ما يحدث في هذه الأيام في منطقة حلب في سوريا حتى الآن لا يؤشر على سهولة تغيير موقف تركيا فالآن أعتقد أن الروساء الثلاث اتفقوا على ضرورة إيجاد الحل السياسي في سوريا وعلى ضرورة ضم تركيا لهذا المعسكر معسكرة مكافة الإرهاب بشكل فعال طيب سؤال لك أستاذ أنيس هل هنا ننتظر تغيير ولا نقول تغيير تعديل ربما في السياسة التركية إذا الأزمة السورية الظروف الموضوعية تقول على أن تركيا يجب أن تغير مواقفها لأن كل العلامات حمراء ليست لمصلحتها هذا بالتحليل المنطقي العقلاني خاصة مع الظروف الداخلية التي تعيشها تركيا وخاصة على أن الإرهاب قد انتقل إلى أراضيها وبالتالي لا تستطيع أن تستمر في فتح ثلاث جبهات في وقت واحد جبهة مع الأكراد إذا لم تكن مستعدة للتنصيق الإقليمي فالمسألة الكردية ستنفجر في وجهها بشكل أكبر وإذا ليس لمصلحتها وإذا لم تنصك بالمسألة الإقليمية ضد الإرهاب فاحتمالات توسعها على أراضيها أيضا سيكون أكبر ونشاهد اليوم ضعف للجيش التركي وإعادة هيكلة للأجهزة الأمنية هذا يحتاج إلى سنوات فلأين تصير تركيا بهذا التحدي الأمني هذا شيء غير منطقي غدا ننتظر هذا الجواب من تركيا وإذا لم يأتي سيكون هناك معركة طاحنة في حلب تحسم الأمور ولكن تركيا تكون قد خرجت من هذه المعادلة إلى وقت ليس بقصير إذا أصرت على هذا الموضوع سيدة سوبنينة يعني الولايات المتحدة تقول عندما نتحدث عن انعكاس القمة في باكو أيضا ربما ما سينعكس من قمة سان بيترسبرغ على الأوضاع في المنطقة وتحديدا في سوريا تقول الولايات المتحدة يعني الأزمة السورية لن تحسم قريبا أو ربما حلب لن تحسم قريبا كيف نستقرأ روسيا روسيا كيف ترى هذا التصريح وهل نتوقع انخراط روسي أكبر في معركة حلب؟ في أي حال من الأحوال رغم ما حدث في حلب روسيا ستبقى على قناعة بأنه لا يوجد فوز عسكري في سوريا فمهما كانت النتائج حول حلب هذا الموقف لن يتغير وروسيا التوجهة هو واضح أنه توجه نحو جنيف واستئناف المفاوضات هناك رغم التصعيد في حلب هذا التوجه لم يتغير وأعتقد أنه من سيد روحاني رئيس دولة إيران نحن سمعنا اليوم نفس التكيد أنه إيران لا يعترض على هذا النهج بالعكس تماما ممكن أن يرحب بهذا الشيء هدف أمريكا وروسيا وحتى إيران في هذه النقطة ممكن أن يلتقي وأيضا تركيا ممكن أن تساعد على استئناف مفاوضات جنيف لماذا لا؟ طيب كل شكر لك سيدة إلينا سوبونينا وأنت مديرة مركز أسيا وشرق الأوسط لدراسات كنت معنا من موسكو سيدة نيسي نقاش ابقى معنا لما بعد الفاصل نفتح النقاش والحديث حول معركة حلب وانعكاس ما يحصل على الصعيد السياسي يعني انعكاسها على الميدان مشاهدين الفاصل سريع نعود بعدها لمتابعة المساء يبقوا معنا هلا بكم الجديد لمسائية الميدان أكدت من دوبة الولايات المتحدة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سمنتا باور أن حسم المعركة في مدينة حلب السورية لن يكون سريعا وقالت باور أن القتال خلال الأيام القليلة الماضية يؤكد ما عرفناه منذ فترة طويلة جدا وهو أنه رغم القوة الكبيرة لقوات النظام وروسيا وإيران وحزب الله فأن أي من الطرفين لن يتمكن من تحقيق نصر سريع وحاسم في معركة حلب أفاد مراسل الميدين بأن الجيش السوري استقدم تعزيزات إلى مدينة حلب مواصلا في الوقت نفسه استهداف مواقع المسلحين برا وجوا في جنوب المدينة كما استهدفت الطائرات الحربية طرق إمداد المسلحين وتجمعاتهم وتحركاتهم المزيد من التفاصيل مع زميل رضا الباشا فشل الجماعات المسلحة في السيطرة على مشروع الألف وسبعين شقة الذي نقف فيه بعد معارك عنيفة مع الجيش السوري يشير إليها هذا الدمار جعل من تواجدها داخل الثكانات العسكرية الثلاثة الواقع في الجبهة الجنوبية الغربية لمدينة حلب مرصودا بشكل كامل من قبل الجيش السوري وسلاح الطيران الذي يعمل على استهداف الجماعات المسلحة في هذه المنطقة على مدار الساعة هدوءا حذر لا يستغرق بضعة دقائق الطائرات الحربية تحكم السيطرة على أجواء الجبهة جنوب غرب حلب غارة مكثفة تشن على مواقع الجماعات المسلحة في كليتي التسليح والمدفعية قادرين نرصدهم 24 ساعة هون الرصد ممتاز عنا وأي تحرك لإلونا عم نستعمل معهم بالآليات طبعا مبارح دمرنا بي ام بي كانت جاي على كلية المدفعية استطعنا تدميرها تثبيت الجيش نقاطه في محيط الثقونات العسكرية مكنه من رصد تحركات الجماعات المسلحة وبدقة هنا يتم استهداف تحركات المسلحين من الثقونات وإليها وجود الجيش في مشروع الـ 1070 يمكنه من أحكام السيطرة على الجبهة ناريا استبتنا نقاط الدفاع وهمة الشباب كتير عالية بالقواتنا الباسلة والقوات الرديفة للجيش عم ندمر لهم كتير نقاط وم ندمر لهم آليات ومدرعات الطيران عم يضرب أوكارهم بدقة جيدة وعم ندمر لهم كتير الكثافة النارية التي يعتمدها الجيش السوري تعيد السيناريو تقدم الجيش في مزارع الملاح ومعامل الليرمون استعدادات الجيش في حلب تتوسع إلى الجبهة الشمالية الغربية أيضا عشرات الغارات الجوية نفذها سلاح الطيران على ظهر عبدربو تاركا الباب مفتوحا لعمليات عسكرية محتملة على كافة جبهات المدينة من مشروع الـ 1070 شقة جنوب غرب حلب غض الباشا الميادين لمناقشة هذا الملف نعود بترحيب الأستاذ نيس النقاش منسق شبكة أمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية معنا من طهران وأيضا نرحب بمدير مكتب الميادين دكتور منذر سليمان أهلا بكما أستاذ أنيس كيف تستقر معركة حلب وما يحصل فيها الآن وهل هذه المعركة يعني السيناريوهات المطروحة أمام هذه المعركة ما قبل قمة أردوغان بوتين ستكون نفس ما بعد قمة أردوغان بوتين أولا أنا أعتقد على أن كان هناك خطأ استراتيجي قد ارتكب في تقييم المعركة بعد إقباء الطوق على حلب سمعنا حديث كبير يتردد في أكثر من مجال عن سيناريو شبيه بحمص أن الحصار سيؤدي إلى نوع من الاستسلام الجزئي إلى ترحيل بعض المقاتلين إلى الخارج من خلال العفو العام ومن خلال فتح ممرات آمنة أنا تقديري على أن هذا هو خطأ استراتيجي التي وقعت فيه قيادة العمليات السياسية والعسكرية لأنها لم تدرك على أن ما يوجد في حلب مختلف تماما عن حمص وعلى أن القوى الإقليمية لم تغير موقفها لتقبل مثل هذا السيناريو والدليل على أن مجرد هذا الهجوم الذي حصل في اليومين الأخيرين تحسين مواقع المسلحين سمح للرئيس أردوغان أن يقول على أن المعركة لم تحسن وبالتالي هناك توازن وسمح للسيدة سمنتة في الأمم المتحدة أن تتحدث في نفس المعنى وبالتالي هم يريدون أن يحافظوا على استاتيجهم لكي لا نقع في هذا الخطأ مرة أخرى علينا أن نعود ونسمع باستمرار حركة القوات باتجاه الهجوم ليس بمعنى الهجوم الكبير والواسع ولكن القدم لاستمرار الضغط على مجموعة المسلحين وعلى مجموعة القوى الإقليمية التي تدعمهم وخاصة أن قواتنا لا يجب أن تكون مستقرة مستكينة لمبدأ أنها تحاصر بارتياح لكي لا تفاجأ بهجومات أخرى حلب تختلف تحتاج إلى استمرار للهجوم إلى سيناريو كما كنا نسمع في معارك الملاح والليرامون وغيرها هكذا نستطيع أن نأخذ المبادرة ونجبر القوى الإقليمية على أنها تفهم على أنه لا يكون هناك توازن للقوى الإرهاب يجب أن يقضى عليه بالشكل الكامل والتام والمسألة السياسية هي مسألة أخرى تختلف عن مسألة التفاهم مع الإرهاب سؤال لك منذر كيف نفهم هذا الموقف الأمريكية هل هو فعلا مسألة ذهب نحو الحفاظ على استاتيكو الوضع الميداني في حلب كما يقول استاذ أنيس النقاش هل هناك ربما نشهد مزيد من الدعم للجماعات المسلحة؟ لابد من ربط ما يجري ميدانيا بما كان يفترض أن يجري في الغرف المغلقة أو في الاجتماعات الثنائية الأمريكية الروسية وخاصة بعد زيارة جان كيري إلى موسكو ولقاءه مع بوتين كان هناك عرض للخطة الأمريكية التي تقايد إلى حد ما مقايدة بين القبول بتوجيه ضربات لجبهة النصرة مقابل تجميد أو تقنين كيفية استخدام الطيران الروسي والطيران السوري بالإضافة إلى ترتيبات أخرى لم يتم التوافق التام على المقترحات الأمريكية لأنه لم يكن هناك فرز واضح تماما لموضوع جبهة النصرة والقوى الأخرى التي تحتمي فيها ومعها وبالتالي يبدو أن الوضع الميداني كان هناك مراهنة أمريكية ومراهنة من حلفاء الولايات المتحدة على محاولة إرغام روسيا على الاقتناع بهذه المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة ويبدو هذا الضغط محاولة مرة أخرى عبر هذا الاجتماع غير رسمي الذي تم في الأم المتحدة والذي دعت إليه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيزلندا وأوكرانيا هو اجتماع غير رسمي لمناقشة الوضع الإنساني في حلب والقول بأن السلطات السورية هي المسؤولة عن 80% من المناطق المحاصرة في سوريا وبالتالي أيضا أنه لا جدوى من استمرار العمل العسكري إذن هناك محاولة لتحسين شروط الوضع الميداني بدفع أكبر عدد ممكن يعني ليس دقيقا الكلام الذي قيل بعد الانقلاب التركي بأن صار هناك استدارة لتركيا واضح تماما أن تركيا لا تزال تلعب دور مركزي في ما يجري ميدانيا وهي مسؤولة وأيضا بدعوة من الولايات المتحدة وتعاون رغم أن هناك توتر في العلاقة الأمريكية التركية إلى حدود ما ولكن علينا أن لا ننسى أن تركيا لا تزال عضو في حلف الناتو ولا ترغب في الخروج من حلف الناتو والانتقال إلى حلف آخر مع مثلا روسيا أو الانتقال إلى موقف محايد يعني هي بالتأكيد تناور الآن أردوغان يناور إلى أقصى مدى ممكن لذلك لا شك أن هناك رغبة أمريكية في محاولة إقناع روسيا وهذه المراهنة كانت الدائمة على أن روسيا حلفاء سوريا مثل روسيا وإيران يجب أن يعدلوا في موقفهم ويقبلوا ويرضوا في بعض التوجهات الأمريكية فيما يتعلق في تصورهم للتسوية السياسية والمفاوضات وأيضا للقول بأنه لا يوجد حل عسكري والقناعة بعدم جدوى الحل العسكري هذا هو محاولة توظيف الموقف الأمريكي عبر ما يجري الآن محاولة استثماره بالعودة لمحاولة القول بأنه كان يفترض بموسكو أن توافق على المقترحات التي تقدمنا بها بغرفة عمليات مشتركة في الأردن وكل التفاصيل التي قيلت سابقا طيب منذر ربما كنت أسأل إذا ما كان هذا التصريح الأمريكي سينعكس ميدانيا بمزيد من الدعم للجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية ربما جماعات مسلحة معتدلة اللافت بأن هناك 360 ألف مسلح أجنبي شاركوا في القتال في سوريا هذا ما نشره مركز فيريال الألماني الذي ركز في دراسته على الجماعات المسلحة وعلى عدد المقاتلين الأجنب الذين توافدوا إلى سوريا منذ بداية الأزمة عام 2011 المزيد في التقرير التالي أكبر تجمع للمقاتلين الأجانب في التاريخ حصل في سوريا هذا ما نشره مركز الدراسات الألماني فيريال في دراسة ركزت على عدد المقاتلين غير السوريين الذين دخلوا إلى سوريا منذ بداية الأزمة 360 ألف مقاتل أجنبي وصلوا إلى سوريا بالتناوب منذ نيسان أبريل عام 2011 حتى نهاية عام 2016 بحسب الدراسة هذا العدد شمل كل من شارك بشكل مباشر أو بالدعم العسكري في معارك سوريا وبحسب الدراسة فإن المقاتلين جاءوا من مختلف قارات العالم ومعظم الدول العربية 93 جنسية مختلفة تمى إليها المقاتلون الذين انضووا في مجموعات مسلحة متطرفة وجاءت الجنسية التركية في المرتبة الأولى من حيث عدد المقاتلين الإجمالي في سوريا أما الجنسية السعودية فكانت الأولى من حيث عدد القتل الأكبر في صفوف المقاتلين عدد الذين يحملون جنسيات أوروبية وأمريكية بلغ بحسب الدراسة 21500 مقاتل لم تشمل الدراسة عدد المقاتلين من الرجال فقط تونس هي الأولى من حيث عدد النساء المقاتلة في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا 45 مليار دولار صرفت لتمويل العمليات العسكرية للجماعات المسلحة بحسب الدراسة الألمانية تنظيم داعش كان الأول من حيث قيمة رواتب مقاتليها بينما كان الجيش الحر الأقل دفعا اليوم يوجد 90 ألف مقاتل أجنبيا على الأراضي السورية بحسب مركز فيريل الألماني العدد الأكبر منهم ينتمي إلى تنظيمي داعش وجبهة النصرة سيد أنيس هذا التقرير الذي شاهدناه قبل قليل يأتي قبل قمة بوتين أردوغان بالدرجة الأولى هذا التقرير ألماني ويأتي بعد التوتر الحاصل بين تركيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية ويأتي في سياق هذا التقرير بأن الجنسية الأولى من المقاتلين الأجنب في سوريا هم من القومية التركية هل هناك مؤشر ما لمثل هذا التقرير أو رسالة ما لأردوغان من خلال هذا التقرير الألماني؟ لا شك نحن لاحظنا التوتر بين العلاقات الأوروبية والتركية على أشده في الأسبوع الأخيرة وخاصة بعد محاولة الإنقلاب وقبلها على أثر المهاجرين واللاجئين الذي تسببت به تركيا لأوروبا اليوم بعد الهجوم التركي على أوروبا وإعطاءها دروس في الديمقراطية والأخلاق أنا أعتقد أنهم سيبدأون في فتح هذه الملفات وألقاء المسؤولية بين قوسين على مسألة الإرهاب أساسا على تركيا لمحاسبتها على مسألة اللاجئين والأزمة الإنسانية التي تولدت عن هذه الحرب ولكن هذا نحن نستفيد منه لأنه منذ البداية كنا نقول على أن هناك أجزوبة وأسطورة يتحدثون عن ثورة شعبية في سوريا في حين أن هناك حرب كونية على سوريا عندما يكون أكثر من 80 دولة و360 ألف مقاتل أجنبي هذا يعادل حجم الجيش السوري الذي دخل المعركة بكل عديده برقم 450 ألف جندي فتصوري أنت على أن الأجانب 360 ألف يضاف إليهم البعض في الداخل أن هذه الحرب الكونية التي صمد فيها الجيش العربي السوري ومع حلفائه مدة خمس سنوات لكي يعترفوا اليوم على أنها كانت عالمية وكان لدول كبرى ألاف المقاتلين وألاف القتلى في الحرب السورية يجب أن نبلي على هذه التقارير والمعلومات صورة جديدة لما يحدث في سوريا مدعمة بهذه الوثائق لأن الرأي العام مهم جدا لمساعدتنا في عملية حسم المعركة في النهايات لكي لا تبقى الأسطورات التي كانت يتحدث عنها بدأت بدرعة بكذبة أضافر الأطفال والمظاهرات السلمية ثم لا نعرف كيف تحولت إلى داعش والنصرة وكان هذا قدرا لم تتدخل فيه الدول والأجلس الاستخبارات هذا غير صحيح هذه التقارير تكذب كل هذه المنظومة الإعلامية السياسية التي على مر السنين أصبحت سردية فاسدة لا تصلح للتحليل الوضع السوري أسمع منك تعليق منذر 21 ألف من جنسيات أوروبية وأمريكية من المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا يعني يكشف عنه تقرير ألماني بالدرجة الأولى هذا أولا الأمر الآخر كيف يمكن يعني لا نريد أن ربما تكون موجود معنا ولا نعرف وجهة النظر الأمريكية وكيف يمكن أن تنظر الولايات المتحدة الأمريكية للقمة الثلاثية اليوم على اعتبار بأن أذربيجان تدور في الفلك الأمريكي والقمة غدا في سان بيترسبرغ بين بوتين وأردوغان ربما الأهم بالنسبة للولايات المتحدة القمة مع أردوغان رغم أنه لا يوجد تقليل يجوز التقليل من ما يمكن اعتباره أنه هناك نوع من التعاون الاستراتيجي الذي يتم بين موسكو وطهران وترتيبات مع من يرغب في ذلك خاصة في أمور أساسية اقتصادية وعسكرية وأمنية إنما هناك تعويل على أن يلعب أردوغان أو على الأقل يتم من خلال القناة الأمريكية مع أردوغان فهم ما هي حدود الموقف الروسي وتعديلات الموقف الروسي في واقع الوضع الميداني القائم بنفس الوقت طبعا سيشهد ربما هذا اللقاء محاولة من موسكو لضبط إيقاع وحجم وطبيعة مشاركة تركيا فيما يجري ميدانيا إذن إذا كان هناك من تفاهم ولو بالحد الأدنى تم معنى ذلك أنه ربما يكون هناك فرصة لتبريد المعركة في سوريا بمعنى أنه ما ذكر حول موضوعة الستاتسكو أو موضوعة الوضع القائم والحفاظ عليه وليس اشتداده بمعنى الدعوات التي تطلق من قبل الجماعات المسلحة إلى موضوعة حسب معركة حلب لصالحهم أو الموقف الذي ينسب للسلطات السورية وحلفائها بأنها ترغب في حسم المعركة بأنه إيجاد صيغة من عدم التصعيد من الطرفين وهذا سينعكس في ما هي الخطوة اللاحقة التي يفترض أن تتخذها روسيا كان هناك نوع من الانتظار بعد سقوط طائرة المروحية وتمثيل بالجثث بأنه سيكون هناك ردة فعال روسية أقصى وأقوى إذن هل وجهة أمريكا بالتأكيد هي مع محاولة إقناع روسيا بأنه لا وجد حل عسكري وضرورة أن يكون هناك تفاهم يضمن للولايات المتحدة دور ونفوذ في صياغة التسوية السياسية وفي الدور اللاحق في سوريا القادمة هذا هو جوهر الموقف الأمريكي وهي توظف الوضع الميداني حتى عندما تقول أن أولوياتها داعش وتطرح حتى انتقادات لحلفائها بسبب الضغط لعمليات داعش على المستوى الدولي وأوروبا وأمريكا رغم ذلك لأنها توظف قوة داعش في المسرح السوري ولا تزال توظف كل الجماعات المسلحة طيب أستاذ أنيس بالعودة إلى معركة حلب وإذا ما أردنا أن نتحدث عن مآلات هذه المعركة استنادا إلى المعطيات الميدانية والسياسية ما هي السيناريوهات المحتملة لهذه المعركة التي يعتبرها الجيش السوري وحلفائه معركة حاسمة مصرية وأيضا تعتبرها الجماعات المسلحة مصرية كما كنت في البداية لا يجب التوقف عند مسألة إحكام الطوق أو مجرد السيطرة على هذا الممر الذي يسمى ممر ضيق عسكري بالنيران هذا ليس هو الموقف الحكيم الموقف الحكيم هو إغلاق هذا الممر بالكامل استمرار محدلة الهجوم وليس بالضرورة أن يكون الهجوم واسع وكبير ولكن عملية القدم أن تستمر لتضع المجموعات المسلحة في حالة دفاع وأنا لا أعتقد بهذه الأسطورة على أنه لا يوجد هناك حسم عسكري يوجد هناك حسم عسكري إذا أحسنت إدارة المعركة أستاذ أنيسي هل يمكن تحقيق ذلك سمحني في هذه النقطة هل يمكن تحقيق ذلك من دون تعاون تركي؟ نعم نعم ممكن تحقيق ذلك من دون تعاون تركي لأن هناك وسائل أخرى أيضا للضغط على تركيا لم تستخدم حتى الآن نعم يعني لا الملف الكردي اليازبياد روسيا فعل إلى أقصى مراحله ولا ملفات كثيرة بيد إيران فعل اتجاه تركيا كل شكر لك حتى اليوم ولكن حتى قبل أن نصل إلى هذه النقاط عملية الحشد في المنطقة أنا أعتقد على أن مرتين كان هناك نقطة ضعف في عملياتنا العسكرية هو الاعتماد ربما يدهمنا الوقت على الطيران الروسي يعني أستاذ نيس ربما هذا الموضوع يمكن أن يأخذ سريعا لو سمحت حتى أختم يحتاج قد إلى توضيح أكثر نحتاج إلى حشد بشري أكثر لتعويض عن أي تلك في الطيران لأن والآخرين ليس لديهم طيران وبالتالي نعم أنا أعتقد أن هناك مجال لحسم هذه المعركة في حلوة أشكرك كل شكر أستاذ أنيس نقاش وأنت منسق شبكة أمان لألبحوث والدراسات الاستراتيجية كنت معنا من طهران أشكر موصول لك دكتور منذر سليمان وأنت مدير مكتبنا في واشنطن على مشاركتك معنا في مسائية اليوم مشاهدين المسائية انتهت هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها قمة باكو الروسية الإيرانية الأذرية ترسي توافقا على تعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب فهل تؤسس لمحور جديد يتجاوز التباينات السياسية معركة حلب الاحتمالات المفتوحة الجيش السوري وصل القصف الجوية والمدفعي لمواقع المسلحين في منطقة الكليات العسكرية أكثر من 360 ألف مقاتل أجنبي دخلوا إلى سوريا منذ بدء الأزمة وتمويلهم بلغ 45 مليار دولار نشكر لكم حسن المتابعة للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع المايدين على الانترنت المايدين دوت نت ولمتابعتنا باللغة الأسبانية اسبانول دوت المايدين دوت نت بالإضافة إلى صفحات المايدين على مواقع التواصل الاجتماعي ألقاكم على رأس الساعة في موجز لأهم الأنباء إلى اللقاء